منذو حاضرة الوقون الغربي وعلى بعد سبعة كيلومترات عند مدخلها الجنوبي استقبل الوفد السياسي التوعوي الكبير الذي يقوده النائب الثاني للأمين العام المكلف بالإعلام والناتق الرسمي باسم الحركة الوطنية للإنقاذ جامبرنار باداري الزائر إلى المدينة في مهمة حول تعميم مخرجات وقرارات الحوار الوطني الشامل والسيادي التي لم يتعرف عليها سكان الولاية وروفق جامبرنار باداري والوفد المرافق له من مدخل المدينة الوردية وحتى المقر الولائي للأم باس بمندو الذي هو الآخر احتشد به المناضلين وبعد مداخلة كل من الأمين العام الولائي للأم باس ورئيس الوفد التوعوي بالولاية قدم جامبرنار باداري رئيس وفد الحركة الوطنية للإنقاذ إلى جنوبي البلاد رسالة إلى المناضلين وسكان مندو حاضرة ولاية لوقون الغربي وتمحورت حول أهمية تنظيم الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي انعقد في العام الماضي ومخرجاته وقال من خلالها تم تمديد المرحلة الانتقالية وإنشاء مؤسسات من شأنها العمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات التي تعزز السلام والتماسك الاجتماعي وشدد جامبرنار باداري على ضرورة تعميم تلك المخرجات في القرى والمناطق النائية بولاية لوقون الغربية حتى يدرك كل مواطن أهمية هذه المخرجات هذا وفي سياق متصل افتتح جامبرنار باداري الأمين العام النائب الثاني المكلف بالإعلام والناطق الرسمي باسم الحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة مندو حاضرة ولاية لوقون الغربي أعمال الدورة التدريبية التي تنظم في كل محطة يحط بها الوفد رحالة وشارك فيها عدد كبير من مناضلي ومناضلات الـ MPS إلى جانب قادة الحزب بولاية لوقون الغربية وتناول جامبرنار باداري خلال خطابه الافتتاحي إلى أهم المحاور التي سيتطرق لها خبراء الحزب في الدورة والمتمثلة في العودة إلى النظام الدستوري السلام والتلاحم الاجتماعي والمصالحة الوطنية ودور المرأة والشباب في النعاش الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين هذا وسيتوجه الوفد بعد ذلك إلى مدينة بلا حاضرة تولاية مايوكي بغرب لتكون المحطة السابعة والأخيرة للوفد الذي يقوده النائب الثاني للأمين العام المكلف بالإعلام والناطق الرسمي باسم الحركة الوطنية للإنقاذ جامبرنار باداري اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر